كان إطاره فضائحيا رياضيا إذا صح التعبير لجنة الأخلاق في الفيفا توقف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الأسيوي مدة شهر وذلك على خلفية اتهامه في قضية رشاوة وفساد تتعلق بانتخابات رئاسة الفيفا المقررة الأربعاء المقبل ما رأيك؟ وهل ستؤثر القضية على ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022؟ الأجوبة كالعادة أتت مختلفة نختار منها ولو عشوائيا ردا على هذا السؤال أعتقد سيتم إعادة النظر في من يستضيف كأس العالم 2022 حسب زايد عرفات أو رد آخر مختلف لا لن تؤثر على استضافة المونديال هي فقط حركة لمنع وصول بن همام إلى رئاسة الفيفا